كل المتمسكين بحضور اللعبة الأفارقة بتوعنا في الدوريات الأوروبية والغالب والأكيد أنه خلاص هالبطولة الأم الأفريقية سوف تلعب موقف محترم وقوي من الاتحاد الأفريقي كالعادة كان دايما بيبقى هو تابع وأنه الناس كانت خلاص بتقول إنفنتينو لكن اتحاد الأفريقي اتخذ أو أعضاء الاتحاد الأفريقي خاصة سامويل إلتو الاتحاد الكاميروني اتخذ موقف قوي والبطولة الأم الأفريقية هتلعب وأنا أعتقد حتى مصر هنا دولة مرحبة المغرب دول الشمال الأفريقي ففي حالة رضا عن القرآن رغم قيل المهانس ساني أبو ريدا والأستاذ فوزي لكشع اللي هو رئيس اتحاد المغربي ورئيس الأسبق لاتحاد الكرة كانوا مع أنفنتينو في الغاء أو تأجيل المطولة هم طبعا أعضاء الاتحاد الدولي بحكم علاقتهم بالاتحاد الدولي والاتحاد الدولي بحكم علاقته بالدول الأوروبية هو مصلحته في انتخابه في الدول الأوروبية كانوا معاه في قرار التأجيل وده تم إعلانها من داخل كواليس البطولة الأفريقية